رحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلوم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربل ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجا إلى حصنكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي لتعجيل فرج مولانا ومختدانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد واقعا أحببت لهذه الجلسة أن نخرج بفائدة إن شاء الله وكل مجالس التي تقام تحت شعار أهل البيت هي فيها فائدة وأجر وثواب ولكن أنا أحببت أن أتطرق إلى موضوع لأنه ورد في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى على قدر الخشية والخشية إنما تكون على قدر العلم حتى نعرف ونحن مقبلون على مصيبة وهي مصيبة فقد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتحلت عننا غادرتنا مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه المصيبة التي يقول عنها المعصوم عظمت وجلت في السماوات حتى نعرف هذا العظم وذاك الجلل الذي وقع في السماوات لا بد أن نقف عند مقام هذا المقام حتى تتجلى مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلة لا بد أن نقف عند مقام وهو مقام قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بحق الحسين حسين مني وأنا من حسين فإذا عرفنا مقام النبي الأكرم وهذا شيء من المحال ولكن نقترب إلى معرفة مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقدر عقولنا لأن النبي حينما خاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا فبهذا الحديث يستحيل على البشر مهما ترقوا في علومهم وانقطعوا في دراستهم أن يصلوا إلى كنه الحقيقة فهم عاجزون عن ذلك لأن هذا الحديث صريح وواضح ولكن نقترب بما أغدق الباري سبحانه وتعالى علينا من نعمة وهي نعمة القرآن الكريم حتى نصل إلى مقام النبوة المحاضرة الآن هي مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن أنا طبعا حينما شرعت بهذا البحث هو بحث طويل ويحتاج إلى محاضرات لكن أحببت أن أختصر الموضوع لضيق الوقت وحتى أن نستفاد ونخرج بفائدة إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآله محمد طبعا هذه الصلاة يقول عنها الإمام الرضا سلام الله عليه في حادثة مفصلة وقعت بينه وبين المأمون العباسي فعنة الله عليه أراد أني أستصغر من شأن الإمام ومن شأن شيعته الداخلين عليه فالإمام قرأ دعاء طويل يمكن سجلت بعض مقتطفات منه اللهم يا ذا قدرة الجامعة والرحمة الواسعة والمنن المتتابعة إلى أن يقول يعني عن الصلاة صلاة على النبي حتى نعرف لماذا الله سبحانه وتعالى ادخرنا لهذا الوقت ليش ما قبل ألف سنة خلقني أنا وأنت لماذا ادخرنا لهذا الوقت لماذا جعلنا الباري سبحانه وتعالى تحت ظلال وعين الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى تعرف ذلك لا بد أن تعرف مقام النبوة النبي يقول عنه الإمام الرضا بهذا الدعاء يقول اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه يعني إحنا لما نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد الإمام الرضا يقول هذه الصلاة لا تشرف النبي أن النبي يتشرف لا يقول عنها بعكس ذلك يقول اللهم صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه فكيف يكون ذكرك للنبي وآل محمد أحد العرفاء يقول كنت حينما أسمع من بعض الأخوة يقولون ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد يقول قد يمكن هذا لأنه يحب أن يسمع صوته للآخرين ولكن يقول حينما تعمقت في دراسة الروايات والتبحر فيها وجدت أن هناك رواية تقول أن رفع المؤمن صوته بالصلاة على محمد وآل محمد يذهب بالنفاق الله صلى الله عليه وآل محمد وآل محمد طبعا لمقام النبوة في القرآن مقامات عدة ليس مقام واحد للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على هذه العجالة أختار بعض المواضيع حتى نعرف عظم المصيبة التي وقعت على الحسين سلام الله عليه في يوم كربلة أنه حسين مني وأنا من حسين فما يجري على الحسين يجري على النبي وما جرى على النبي نعرف ذلك من مقامه أو مقام النبي في القرآن الكريم حتى من تقف على الصلاة وتذكر النبي بالصلاة وتنتسب أنت إلى النبي بأنك مسلم وبأنك مؤمن وبأنك تنتسب إلى هذا الدين الحنيف الخاتم تعرف أي جوهر أغدقها الباري سبحانه وتعالى وأي كرام وأي تاج وضع على رؤوسنا نحن غافلون عن هذا الشيء شغلتنا الدنيا ببهرجها وبزخرفها فانشغلنا على ما وضع على رؤوسنا منتاج ولا بد لنا أن نتباهى بما وضع على رؤوسنا الغرض في بداية البحث أنه لا بد للإنسان المسلم أن يكون مؤمنا والآية الشريفة في آخر سورة البقرة المباركة تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل والملائكة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني أن الإنسان لا بد أن يؤمن بما آمن به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفرق بين الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم ولكن حينما نأتي على التدبر في القرآن على القراءة في القرآن نجد أن القرآن قد ذكر الأنبياء بتفاضل هناك فاضل هناك أفضل للأنبياء درجات متعالية وكذلك الرسل حينما يأتي إلى الأنبياء ميز ما بين الأنبياء والرسل الرواية تقول إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر على رواية تقول 129129 نحكيها بالعادي حتى الأولاد أيضا إن شاء الله يستفادون من المجلس الله سبحانه وتعالى حينما خلق البشر اختار صفوة البشر هؤلاء الصفوة الخيرة كان عددهم 129 ألف نبي في رواية تقول أنه 320 ألف نبي لكن على رواية أن الله سبحانه وتعالى جعل أنبياء هناك أنبياء وأكو رسل الرسل هم صفوة الصفوة على الاعتبار أن الأنبياء صفوة الخلق وصفوة الأنبياء هم الرسل فصفوة الصفوة هم الرسل من هؤلاء الرسل الله سبحانه وتعالى 313 اختار من عدهم صفوة أخرى أيضا صفاهم واختار من عدهم واجتبى واختار من عندهم اختار منهم خمسة هؤلاء الخمسة الذين يعبر عنهم بأولو العزم يبدأون بنوح سلام الله عليه نوح وموسى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم سبحانه وتعالى القرآن حينما يتحدث عن الأنبياء يقول وَلَقَدْ فَضَّنَّا بَعْضَ النَّبِيينَ على بعض هذا من شأن التفضيل لأنه في الآية آخر آية من سورة البقرة تقول لا نفرق بين أحد منهم لكن الله سبحانه وتعالى فضل هنا فضل بعض النبيين على بعض هذا في مجال النبوة لكن حينما يأتي إلى الرسالة يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وتستمر الآية الشريفة فهناك إذن فاضل من الأنبياء وهناك أفضل من الأنبياء وهم الرسل وهناك الأفضل من الرسل وهم خمسة أهل العزم إذن التفاضل بين الأنبياء والرسل هناك يكون أولي العزم وغير أولي العزم الله سبحانه وتعالى حينما خاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال له فاصبر كما صبر أولي العزم يعني أصبر كصبر صفوة الصفوة يعني هذه الخلاصة الخمسة كما صبر الخمسة أصبر كصبرهم حتى نعرف مقدار عظمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت يعني هؤلاء الصفوة الذين أمر بالصبر كصبرهم فاقهم النبي بصبرهم لكن هل اكتفى القرآن الكريم بذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الميزة بهذا المقام بمقام الصبر لا القرآن يتحدث عن أشياء أكثر حينما يطالع القرآن ويربط ما بين الآيات المتفرقة في السور يجد أن المقام النبوة قد على به البالي سبحانه وتعالى حتى صافاه بنفسه في بعض الصفات التي سوف أذكرها إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآله محمد طبعا احنا الدارج عندنا لما نشوف واحد أو دائما الصبر اللي يضرب به المثل هو صبر أيوب وصحيح حتى بأبيات الشعر اللي تنثر وتقال أنه صبر أيوب ما حد يلحق صبر أيوب ولكن أيوب حينما نأتي إليه أيوب كان نبي من الأنبياء وليس من المرسلين أيوب ما كان من أولي العزم ولهذا حينما ننظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقاس بصبر أيوب الذي يضرب به المثل ولا يقاس بصبر من سبقه من الأنبياء إنما فاق صبره فصبر النبي أيضا صبر الحسين سلام الله عليه أنا هذه المقامات التي أريد أن أصل إليها إنما تنظر إليها بهذا المقدار أنه حينما يتحدث سوف نأتي إلى إن شاء الله أسعفنا الوقت حينما يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه عن النبي الأكرم ويصفه يقول ألا إني عبد الله وأخو رسوله أخوة النبي لعلي وأخوة علي للنبي ليس المقصود بها الأخوة النسبية كما يتبادر عليه أو الأخوة الفقهية بالرسائل العملية والأرث المتوارث ها هنا لا وإنما المقصود به شيء آخر أرقى وأعلى يمكن للدارسين باللغة العربية يقرؤون عن بعض الكلمات أن وأخواتها وكان وأخواتها يعني ومثيلاتها يعني ومتشابهاتها فأخوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي قال عنها أمير المؤمنين أنا أخوه ألا إني عبد الله وأخو رسوله يعني أني مثيله وأشار النبي إلى هذا المقام للإمام أمير المؤمنين قال ألا إنك إنك بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فحجز عنه النبوة وكل ما كان للنبي من مراتب أو من مقامات بالطبع تفيض على أمير المؤمنين سلام الله يعني أنا لا أريد أن أستبق البحث البحث طويل وإن شاء الله نخرج ولو بفائدة حتى نعرف إذا وقفنا على الصلاة أو وقفنا على السجادة متوجهين بالصلاة حينما نتلفظ بذكر النبي أو حينما تأتي يأتي ذكر الحسين سلام الله عليه أو ذكر أهل البيت نعرف أي مقام لهم عند الله سبحانه وتعالى بمقدار المعرفة وبمقدار العلم يثاب الإنسان يقول الحديث نوم العالم أفضل من عبادة العابد ليش؟ بالعلم هذا نام على علم وذاكه اجتهد في العبادة هذه العبادة قد تحرف في بعض الأحيان العبادة قد تحرف الإنسان عن جادة الصواب وهناك مصادق عبادة إبليس التي يقول عنها أمير المؤمنين عبد الله ستة آلاف سنة لا يعرف أهي من سنية الأرض أم من سنية السماء لكن إلى أين أدت به عبادته تكبر قال أنا خير منه فحتى يعرف الإنسان مقدار مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وبها يستحق الفضل والأجر والثواب من البالي سبحانه وتعالى فمقام النبي الأكرم أول مقام ذكر إنما هو مقام الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم المقام الثاني الذي أريد أن أصل إليه حينما يتكلم الباري عن نفس يقول ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الله وسعت كل شيء لكن حينما يتحدث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى يقول رحمتي وسعت كل شيء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني مقام الرحمة للباري سبحانه وتعالى أفاضه على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لهذا حينما يرد ذكر النبي على ألسنتنا حتى نعرف هذا المقدار هذا المقام أي مقام كان له عند الله سبحانه وتعالى وأي منزلة عند الباري سبحانه وتعالى والشيء الثاني أو المقام الذي يقول عنه الباري سبحانه وتعالى الله هو الغني الغنى عند الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغنى الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه وهو الغني الحميد لكن حينما يأتي على النبي مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أفاض عليه صفة الغنى وجعل له مقام الغنى والقرآن يتحدث بهذا يقول وما نقموا منهم يعني من هؤلاء إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله يعني الغنى الذي أفاضه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين تنقمون منهم الله سبحانه وتعالى أفاض عليهم والرسول كذلك بمقدار متساوي إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله فإذن مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تذكر في القرآن هي مقامات لا نرى هذه المقامات تذكر لأنبياء أخر وإنما مقامات قد اختصت بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مقام آخر يقول عنه الباري سبحانه وتعالى هي صفة الرأف الله رؤوف رحيم ورؤوف بعباده لكن حينما يأتي إلى مقام الرأف للنبي ويغدقها يبسط هذه الرحمة وهذه الرأف على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالمؤمنين رأوف بالمؤمنين طبعا ليس بكل الناس طبعا إلى بحث طبعا البحث هي تشعب وأنا لا أريد أن أخرج عن تشعبات هذا البحث لكن سوف أسير على جادة على طريق ولا أخرج إلى فروع الباري سبحانه وتعالى يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصفه حاله بالمؤمنين وكيف أنه ينظر إلى حال المؤمنين يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم إذن مقام الرأف من الباري سبحانه وتعالى والرحمة من الباري سبحانه وتعالى أيضا أعطي هذا المقام للنبي الأكرم دونما سائر الأنبياء والرسل حينما نريد أن نرجع إلى القرآن الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل القرآن ونستنطق القرآن لأن القارئ للقرآن مرة رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه طبعا مع الأسف أنه في بعض الأحيان أنه تسمع أخبار والناس غافلون عنها يعني قبل كم يوم يعني بعض الأحيان أنه ما يتجرأ المتجرأ على شيء عظيم إلا أن يحدث إشاعة ويشوف رد فعل الناس صدام لعنة الله عليه بالسبعينات قبل أخذه لسيد الشهيد الشهيد الأول الشهيد الصدر رحمة الله عليه كان أراد أن يعرف ردة فعل الناس وبقية الموجودين فماذا صنع أخذه لفترة استدعاه ورأى في الوجوه استقرأ في الوجوه من سوف يكون له أثر في الشارع يحرك الشارع بعد فترة أخرج السيد الشهيد للاعتقال الأول وأخذ بعض المريدين للسيد وبعض الذين لهم التأثير الواضح في الشارع مرة مرتين عرف أين نقاط القوة لدى السيد بعد ذلك في المرة الرابعة تجرأ وأخذ السيد ما كان له ذلك العدد الكافي لكي يثور بوجه الظالم أنا أقول بعض الأشياء التي تحدث أو تحدث أمامنا تخرج هناك بعض الأشياء قبل فترة على الفضائية أحد الفضائيات وخاصة الفضائية المصرية استنكرت هذا أنه طلعت دراسة من أحد الشيوخ بالسعودية يقولون أنهم يريدون أن ينبشوا قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يهدم القبة ويزول القبر الشريف ويستخرجوا جثمان النبي ويدفنوا في مكان لا يعرف عنه أحد حتى لا يصبح مزار ووثن يعبد من دون الله هذا طبعا حينما ثارت ضجت الناس وخرج على الفضائيات بعض من تكلم بالحادث خرج من السعودية من يكذب هذا الخبر وخرج من يقول أنها دراسة محل دراسة ولا شيء من ذلك سوف يحدث لكنهم يحاولون أن يجسون النبض بالشارع ما هي ردة الفعل على ذلك يقيسون من بعدها ماذا سوف يصنعون تجرؤوا في مرات ومرات ومرات لكن نحن لا نأخذ العبرة والدرس من ذلك هذا طبعا شيء عابر ليس من البحث ولكن نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن النبي وعظمة النبي في القرآن الكريم يأتي هؤلاء الذين يدعون بأنهم هم خادم الحرمين وولي المؤمنين وولي المسلمين وبالمؤمنين رؤوف والرحيم ويغدق على نفسه الصفات التي يريد ويفعل بسنة النبي ويفعل بآثار النبي أزيلت جميع آثار النبوة وآثار الصحابة من مكة ومن بقية الأماكن التي تواجد فيها النبي وآل بيته وبعض صحابته أزيلت تمام يعني ما بقى لها لا أثر ولا عين الغرض فحينما يتحدث القرآن عن مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماء كلها بعدما خلق الله آدم وأزجد له الملائكة قال وَعَلَّمَ آدَمَ الأسماء كلها ثم يأتي الخطاب بعد التعلم لآدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم طبعا حينما تقرأ هذه الآيات التي وردت في كثير من السور عن خلقة آدم وعن المحاجج ما بين الملائكة وبين الباري سبحانه وتعالى وبين إبليس وبين الباري سبحانه وتعالى وكيف أن إبليس كان ينظر بعين الحسد لهذا الهيكل الذي خلقه الباري سبحانه وتعالى حينما تستنطق القرآن تجد أن هناك حقائق قد كما عبر عنها أحد العلماء المصرين يقول هناك أكو بعض الشفرات في القرآن الكريم لا بد لقارئ القرآن أن يتعرف على بعض الشفرات حتى يصل إلى بعض الحقائق على اعتبار أن القرآن كتاب تحدي ما أنزل كتاب وما ألف البشر كتابا يصل إلى مقام القرآن الكريم القرآن أول ما أنزله الباري أنزل معه التحدي وهذا شيء من معاجز النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدى به البشر من يوم نزوله إلى يوم القيامة يتحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله وقل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله عجزوا البشر جناً وإنساً عن أن يكون ظهير كل للآخر ظهير على أن يأتوا بسورة من مثله ولكن مع ذلك حينما يتحدث القرآن عن آدم وخلقه يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أنا أريد أن أصل من هذه الآية الشريفة إلى حقيقتين حقيقة أن التعلم لآدم كان من الباريس سبحانه وتعالى يعني أن موسى سلام الله عليه حينما التقى بالخضر بالقصة المعروفة حينما اعترض موسى على الخضر بعد الوقائع الثلاثة التي جرت أمامه من خرق للسفينة ومن قتل للغلام ومن بناء للجدار يعني أشياء ظاهرها شيء لكن باطنها شيء الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الخضر يقول وآتيناهم وعلمناهم من لدنا علما علم الخضر كان علما لدني ما كان موسى سلام الله عليه مؤهلا ليتحمل ذلك العلم وإن كان من أولي العزم ولكن الباري سبحانه وتعالى دعاه إلى أن يتعلم هذا العلم من الخضر سلام الله عليه حينما نأتي بهذه الحقيقة ونضعها ونطبقها على هذه الآية وعلم آدم الأسماء كلها كان تعليما من الباري لهذا الآدم أي آدم هذا هل هو آدم أبو البشر أو أنه آدم آخر سوف تتبين الحقيقة إن شاء الله يعني في رأيي أو في رأيي بعض العلماء يقولون أن الآدم هذا الذي خلقه الباري سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة علمه من لدنه ثم قال له يا آدم أنبئهم بأسمائهم هو آدم غير آدم أبو البشر والدليل من القرآن إن شاء الله سوف نأتي إليه بعد ذكر الصلاة على محمد وآلي محمد طبعاً أنا ليش طرقت لهذا الموضوع الحجي أبو فراس ظهر طرقت لهذا الموضوع لأنه شفت الشباب شبابنا هنا يمكن نحن حاملين بعض العقائد بعض الموروثات جئنا بها من العراق طلعنا هنا يمكن أغلبنا ما تأثر بين الأشياء اللي موجودة لكبر السن بما تأصل فينا من عقائد لكن نحن نريد أن نؤسس لهؤلاء الذين جئنا بهم لهؤلاء الشباب هؤلاء الشباب أمامهم مغريات جائع وتضع أمامه سفرة من الطعام ماذا يصنع لا يمكن أن يأكل منها إذا لم تعلمه آداب الطعام آداب المائدة سوف يعني هي العب الزلاطة على قوته صلوا علىه محمد وآله محمد القرآن حينما يتحدث عن آدم يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم من هؤلاء الذين عرضهم على الملائكة ولماذا قال ما قال لآدم قال يا آدم علمهم بأسمائهم وإنما قال يا آدم أنبئهم والإنباء غير العلم مرة أنت تكون عالم بالشيء يعني مرة يصل إليك العلم بالشيء ومرة تنبأ يصل لك واحد يخبر يقول لك فلان شاء الله لا ومرة تكون عالم أنت تطلع على هذا ولهذا اليقين له مراتب درجات في القرآن الكريم مرة يكون عين اليقين ومرة حق اليقين فالمراحل اليقين بالقرآن وما أحد يصل إلى هذه المراحل الثلاثة إلا من اختاره واصطفاه الله سبحانه وتعالى من البشر ولكن حينما يتحدث الباري سبحانه وتعالى عن آدم ويقول يا آدم نبئهم بأسمائهم عرضهم وقال له أنبئهم هنا هذه المرحلة مرحلة العلم ومرحلة الإنباء يتجلى ويبين أن آدم هذا غير آدم أبو البشر بدليل أنه حينما يتحدث عن آدم أبو البشر يتحدث بغير الصفة التي قال عنها وعلم آدم الأسماء كلها يعني هذا محل لتلقي العلوم كلها من الباري سبحانه وتعالى هذا الآدم ولكن حينما يتحدث عن آدم أبو البشر يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فلم نجد له عزمة ما عند الشيء الذي اختص به هذه الصفوة صفوة أهل العزم آدم ما كان له ذلك المقام وذلك وذلك الشيء الذي يؤهله أن يكون محلا لتلقي ذلك العلم هذا بحث لا أريد أن أخرج لأن هذا بحث يطول لكن أنا أريد أن أوصل هذه الرسالة وإن شاء الله لا أطيل عليكم يقول وعلم آدم الأسماء كلها إلى أن يقول قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فالإنباء سيكون غير التعلم فكان آدم هو الواسطة بما تلقى بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليه من العلوم كان هو الواسطة ما بين الباري وما بين الأنبياء كذلك يكون النبي هو الواسطة ما بين الباري سبحانه وتعالى وبين البشر كان لابد أن يكون واسطة ما بين النبي ما بين الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعلى شأنه وما بين هؤلاء الأنبياء والملائكة لأنه في أحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبحنا فسبحت الملائكة عمدنا فحمدت الملائكة كل ذلك كان بتأثيرا من النبي الأكرم وأهل بيته على الملائكة لكن حينما يصل القرآن الكريم عن علم الكتاب يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب هذا الذي تصرف تصرفا ولائيا تكوينيا يعني تصرف بالولاية التكوينية للكون قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك قبل أن يرتد إليك طرفك ارتداد الطرف العلماء يفسروا بشيئين مرة يقولون رمشة العين هاي ارتداد الطرف وحركة العين يعني عينك ما ترمش بس حركة العين من تحرك من جهة إلى جهة بهالمقدار يقول قبل أن تحرك عينك أو قبل أن ترمش عينك أنا راح أجيب لك عرش بلقيس يعني العرش كل القاعة بما كانت تحويه من آثار لهذا حينما دخلت قصر سليمان ونظرت قال هكذا عرشك قالت كأنه هو يعني ما نظرت فقط إلى العرش وإنما كل محتويات القاعة جلبت بذلك بالتصرف من ذلك الشخص الذي كان يقول عنه القرآن قال عنده علم من الكتاب لكن حينما يأتي ويصل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول القرآن يقول فالله شهيد بيني قل له شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أمير المؤمنين الذي بكلمات بشفاهه ما 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 جاب عرش بلقيس هذا الشيء الصغير جزء من 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 قصر والقصر جزء من مدينة والمدينة جزء من دولة والدولة جزء من محيط كان تصرف ذلك الذي عنده علم من الكتاب كان تصرف على الأرض وإنما أمير المؤمنين بكلمات من لسانه تصرف خارج نطاق الكون غير نواميس بكلمات من لسانه فرد الشمس بكلمات من عنده ردت له الشمس هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الذي نعجز أن نصل إلى كنه حقيقة أو نعرف ماذا كان مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه فإذا عجزنا عن معرفة بعض الأولياء الصالحين بعض العلماء الموجودين عدنا رحم الله الماضين وأطال الله في عمر الباقيين بعض علماء الموجودين الآن علماء لكن تعمقوا بعلوم أهل البيت أفاض عليهم أهل البيت سلام الله عليهم يتصرفون تصرفات خارج نطاق العقل خارج نطاق قدرة البشر هؤلاء لأنهم تعلقوا بأذيال النبي وآل بيته فكيف بمن كان علة لهذا الكون يعني حينما نريد أن ننظر إلى مقدار مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكيف أفاض الباري سبحانه وتعالى عليه يتبين من هذه الآيات ومن تلك الروايات يتبين من الحديث الذي سئل به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يدخل عليه جابر ابن عبد الله الأنصاري قال يا رسول الله ما هو أول شيء خلق الباري سبحانه وتعالى أول مخلوق خلقه الباري قال يا جابر أعلم يا جابر أن أول ما خلق الله هو نوري نور نبيك يا جابر صلى الله عليه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى النبي الأكرم في حديث آخر يقول كنت نبيا وآدم بين الطين والماء وأمير المؤمنين يقول كنت مع النبي في حديث معناه يقول كنت مع النبي وآدم بين الجسد والروح هذه المقامات يعني هذا الذي تعلم وعلم آدم الأسماء كلها هذا عالم الملكوت وليس عالم الملك ليس عالم الظاهر وإنما هو عالم الباطن بعالم الباطن أنا أضرب لك مثل حتى تقترب الصورة ولا أريد أن أطيل لأنه المجلس قارب على الانتهاء يدخل جماعة على أمير المؤمنين سلام الله عليه فيسألون أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين أكلم الله أحدا قبل موسى الله هم تكلم مع أحد قبل موسى القرآن يقول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا أَكَلَّمَ الله سبحانه وتعالى بشرا قبل موسى يعني إذا كان موسى من أولي العزم هل كلم الله أحدا قبل موسى قال نعم قال وَمَنْ قَالْ كُلُّنَا قَدْ كَلَّمَنَا اللَّهُ قَدْ كَلَّمَكَ أَنْتَ وَكَلَّمَكَ أَنْتَ قال وَأَيْنَ كَانَ ذَلِكَ يقول هذا الشخص الذي سأل الإمام أسقط بيده يعني شون مثل اللي يحتار بجواب الإمام أمير المؤمنين يعني كيف الله سبحانه وتعالى كلمنا يعني نحن بمنزلة عند الله مثل موسى سلام الله عليه قال ليس حيث تظن إنما كلم الله سبحانه وتعالى معنى الحديث يقول كلم موسى بشأن النبوة ولكن قبل أن يكلمه بذلك المقام بذلك المكان كلم البشر سبحانه وتعالى قد كلم البشر أجمعين في عالم الذر عالم المثل ذلك الذي يقول عنه القرآن وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى هذه البلى أنا أريد أن أختم بيها البلى هذه مقام النبوة كيف أن الباري سبحانه وتعالى فضل النبي نحن لماذا نقول النبي أفضل أفضل من الآخرين هؤلاء صفوة الصفوة أهل العزم لكن حينما نقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صفوة الخلق علة الخلق علة الموجودات من أين هذا هذا يأتي من هذه الآية قالوا بلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لو أن كل البشر قد أجابوا لو أن كل الأنبياء قد أجابوا بنفس الجواب ما كان في ذلك الموقف تفاضل فاضل وأفضل ولكن الباري سبحانه وتعالى الذي يقول عن نفسه حينما يتحدث أن الله سبحانه وتعالى يفعل لا يسأل عن عن شيء الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا أنه لا يسأل عن ذلك وأنتم ونحن نسأل عن ذلك لكن حينما يتحدث عن الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته إذن الله سبحانه وتعالى أعلم هذا الأعلم بصغة الأفضل يعني أفعل التفضيل الله أعلم حيث يجعل رسالته الله سبحانه وتعالى حينما جاءه الجواب حينما استنطق البشر يوم ذلك اليوم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فكان أول المجيبين لذلك النداء من الباري سبحانه وتعالى هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على محمد طبعا هناك مقامات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعض حينما يقرأ القرآن قد تصل إليها عقولنا وبعضها لا تصل إليها مدارك عقولنا حينما يظهر أن إمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وينشر القرآن حينها يقال له للإمام أنه يأتي بكتاب جديد على العرب شديد ليش على العرب لأنه أشد أعداء الإمام في يوم خروجه هم العرب أشد أعداء الإمام هم العرب الآن اللي يشوفوهم لأنهم الشيعة لأنهم يوالون أهل البيت ماذا يصنع بهم إذا أردت أن تقرب الفكرة إلى نفسك ماذا صنعوا بأهل البيت سلام الله عليهم إذا كان ما يصنعوه الآن بعد 1400 سنة من التحضر ومن الإنترنت ومن الرقي وتسفر إلى الخارج والناس التقت حضارات بحضارات وصار يعني التقاء ما بين الحضارات والآن يفعلون ما يفعلون بالناس لأنهم ينتسبون إلى النبي وآل النبي يا ترى قبل 1400 سنة الناس على جاهليتهم على طبيعتهم تلك الطبيعة الصحراء على توحشهم كيف عاملوا أهل البيت سلام الله عليهم إذا أردت أن تنظر إلى صورة كربلا فاغمض عينيك وتوجه إلى كربلا بحقائق بأبصار قلبك وتوجه إلى هناك يقول الإمام السجاد سلام الله عليه إن للعبد أربعة أعين عينان في رأسه وعينان في قلبه فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله العينين التي في قلبه فأبصر بهما أمر دينه ودنيا إذا أردت أن تعرف حقائق الأمور فتوجه إلى كربلا وانظر ماذا جرى ولكن يا موالي قبل أن تذهب إلى كربلا النبي الأكرم في مثل هذه الأيام مسجى في فراشه وقد اعتلى عليه ذلك المرض وعرق جبينه كان يغمى عليه ويغشى عليه آنا بعد آن ولحظات بعد لحظات والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رشح يجبينه توردت خداه دعم فبينما هو في تلك الحال كانت تتعاهده فاطمة الزهراء لأن حجرة النبي وحجرة أمير المؤمنين سلام الله عليه بجنب حجر النبي كانت الحجرة ملاصقة والنبي كان قد عمل كوة كان عمل فتحة ينظر لا يطيق الابتعاد عن الزهراء لا يطيق الابتعاد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان ينظر إليهم نعم فجاءت الزهراء سلام الله عليها تعود تعود النبي في مرضه تقول نظرت إلى الزهراء فوجدتها قد انحنت على أبيها فأسر إليها شيء فتحادر الدموع من عينيها ثم رفعت رأسها ثم إنها انحنت على أبيها وأسر إليها بشيء فرأيت الابتسامة قد علت من شفتيها فقلت يا للعجب أبين رفعة وأخرى بكاء وضحك نعم حينما أرادت الزهراء أن تخرج من الحجرة قالت ماذا أسر لك النبي هذه المرأة كانت تسأل الزهراء قالت ماذا أسر لك النبي قالت والله ما كنت لأفشي سر أبي نعم بعد وفاة النبي أسرت هناك وبينت أن النبي قال إني ملتحق بالرفيق الأعلى فتحادر الدموعها ثم أسر لها الأخرى وقال لها أنت أول الناس لحوقا بي فعلى من وجهها الابتسام نعم في هذه الأيام يجتمع من اجتمع في حجرة النبي والنبي في ذلك المرض اجتمعوا حوله فأراد النبي لأمته وهو الذي وصفه الباري بأنه بالمؤمنين رؤوفا رحيما أراد لهم أن يختم رسالته في هذه الدنيا بالرحمة لهم فأبوا ذلك فقال علي بدوات وكتف لأكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعده أبدا قال لهم ائتوني بكتاب ودوات ليكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعده أبدا فبادر ثاني القوم وقال إن الرجل ليهجر فعلى اللغط والصياح في حجرة النبي فقال لهم ما ينبغي أن يعلوا صياح في بيت النبي فأخرجهم من حجرته نعم أيام ويرتحل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ذاك الذي وصف تلك الحالة حينما يقول في أبياته الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والداخلين على البتولة بيدها والمسقطين لها أعز جنيني والقاطعين أراكة كيما تستضل في ظل أوراق لها وغصوني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني يخل ابن عمي أولاك شفن رأسي للدعاء أيه واشكو للإله شجوه أيولي ما كاننا قد صالح وفصيلها أيه بالفضل عند الله إلا دويه أيوني ورنايت إلى القبر الشريف بنظرة عبر وقلب مكمد محزوني يقول سلمان المحمد يقول بينما كنت أنظر إلى القوم وقد جمعوا الحطب على بيت الزهراء يقول بينما أنظر إلى جرأة القوم وأين حدث ذلك حدث في مسجد رسول الله لأن الزهراء كان بيتها في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نعم جمعوا الحطب على بيت الزهراء وأخرجوا أمير المؤمنين بعد أن أحرقوا الباب وعصروا الزهراء نعم كنت أنظر إلى أمير المؤمنين وهو مقاد بالحبل نعم والقوم يسحبونه كنت أفكر في أمير المؤمنين أقول أهذا أمير المؤمنين أهذا بطل الإسلام أهذا مجندل الفرسان هذا قال عباب خيبر هذا قاتل عمر بن ود العامري كنت أفكر بذلك وأنا أنظر إلى منظري أمير المؤمنين كيف يقاد بينما أنا كذلك وإذا بصوت قد جاءني سك مسامعي قال يا سلمان أو تعجب من حالي بين هؤلاء قلت سيدي وما لي لا أعجب وأنا رأى القوم قد أحاطوا بك وهم يسحبوك قال يا سلمان انظر خلفك ترى عجبا يقول نظرت خلفي وإذا بالزهراء سلام الله عليها تقوم وتقعد ومن ورايا قنفوث قد علىها بصوت أيوال سيدتا نعم علىها بالصوت يقول الإمام الصادق سلام الله عليه حينما يذكر هذه الحادثة يقول والله ما رحلت على الدنيا عن هذه الدنيا إلا وقد ترك في يدها مثل أثر الدملج على يدها قد احمرت عينها وانتثر قرطا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلبين ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بصدته ولا سقما إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا وَالْآخِرَ لَكَ فِيهَا رِضًا وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٍ لَا قَضَيْتَا فِيهُ اسْرٍ مِّنْكَ وَعَافِيَا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الآية الشريفة بنية تعجيل الفرج وقضاء الحوائج شفاء المرضى تسهيل الأمور حفظ مقدساتنا حفظ نواميسنا حفظ مقامات أهل البيت الهجم على مقامات أهل البيت وتوعدهم بالوصول إلى مقامات أهل البيت نقرأ هذه الآية الشريفة ونطلب من الباري سبحانه وتعالى ببركة هذه الآية الشريفة وببركة صاحب الزمان أن يعجل الفرج والنصر والمعافاة لإمام زماننا الإمام الحجة بن الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والبلاء يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم عجل ثم فرج لولي إمامنا الحجة بن الحسن وإلى أرواح أموات الجالسين والمستمعين ومن مات على الإيمان شاة أمير المؤمنين خدمة الإمام الحسين علماء الدين إلى أرواحهم أجمعين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها صلوات